مرحبا بكم أعزائي الطلبة ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية من فضائية العراق التربوية درسنا لهذا اليوم يتضمن حلول لأسئلة الأسبوع الثالث وهي مراجعة عامة للوحدة الأولى خلال هذا الدرس أعزائي الطلبة ستشاهدون حلول وصلتنا من طلبتنا الأعزاء في بصرتنا الفيحاء فنتمنى متابعتكم معنا ويايا للسبورة لنلاحظ الحلول للأسئلة نماذج الأسئلة اللي هي المراجعة العامة للوحدة الأولى اللي هو يعتمد على قطعة الكتاب أو قطعة الكتاب اللي موجودة في الوحدة الأولى مقاعد لستة من الناس إذا true معناها صحيح false بمعنى خاطر أكيد الحل لهذه الجملة هو false لماذا؟ because we have seats for 8 people لثمان منا الناس نمبر 2 لماذا هي سيارة آمنة؟ تتلاحظ التوجيهات اللي ينطيك إياها واضع الأسئلة تنتبه عليها وتعرف معناها حتى تجيب بشكل صحيح إذا واضع الأسئلة يطلب منك عزيز الطالب إجابة كاملة لهذا السؤال so we have because there are airbags ليهي الوسائد الهوائية for the driver أو الحقاب الهوائية for the driver and passengers للسائق والركاب and many other safety features وخصائص كثيرة للأمانة أو السلامة number 3 what are the standard features of the Panther 3 OD الخصائص الرئيسية المتمركزة بالسيارة اللي موجودة دائما بالسيارة el Panther 3 OD هي GPS نظام تحديد الموقع sunroof السقف المتحرك tinted windows اللي هي النوافذ المضللة and a fantastic CD player number 4 the Panther 3 OD is actually quite expensive or cheap expensive بمعنى غالي cheap بمعنى رخيص دشوفون إنو أكو كلمتين ال instruction التوجيه إلك بين القوسين هو شنو عزيز الطالب choose فchoose شنو معنى؟ معنى اختار so you have to choose one word عليك أن تختار كلمة واحدة والحل الصحيح هو cheap which means رخيص number 5 some young men شباب are more interested in the engine مهتمين أكثر بيش بالمحرق of the Panther 3 OD is it true or false صحيحة هذي جملة أم خاطئة it's true there is loads of space loads of means a lot of الكثير من space معنى هالمجال الفراغ المكان okay there is the Panther 3 OD is actually quite هاي حليناها اللو هي بالاختيار ونumber 5 some young men are more interested in the engine مهتمين بالمحرق of the Panther 3 OD أيضا حليناها وقلنا true and there is lots of space inside the Panther 3 OD so is it true or false it's true هذي المعلومة صحيحة seven the Panther 3 OD does dash to the letter and has a four year dash فعندك فراغين بالجملة عليك أن تملأ الفراغين now the first blank okay الفراغ الأول you have to write 12 kilometers 12 kilometer 16 kilometer والفراغ الثاني has a four year warranty now warranty means what means guarantee احنا دائما نستخدم هذي الكلمة باللغة العربية guarantee بمعنى warranty which means ضمان okay so four year warranty in sample two بالنموذج الآخر للأسئلة اللي هو يعتمد على the grammar and functions القواعد والوظائف اللغوية the question is do as required افعل كما هو مطلوب منك يعني بالأسئلة رح تكون عندك توجيهات بين الأقواس so you have to follow the instructions عليك أن تتبع هذه التوجيهات a bit when إذا كانت الجملة مثبتة ونفس الصفة مستعملة اوكي فأضع أمامها كلمة bit لتصبح more polite أكثر تأدبا number number two you have fifteen or five والinstruction التوجيه اللي موجود بين القوسين هو tell the time فعليك أن تكتب الوقت كتابة بالكلمات so how can you do it it's هنا منطيك الساعة اللي تعتمد على التوقيت لليوم ب24 ساعة من يجيك بهذا الشكل عزيز الطالب فقط الرقم اللي موجود عندك اطرح منه 12 اوكي اذا هذي الـ 15 ناقص 12 فاش رح يكون الوقت عندك ساعة ثالثة اوكي so it's اما ابدأ بالدقائق five past three يعني خمس دقائق بعد الساعة الثالثة or I can write او اجابة اخرى ايضا صحيحة طبعا انت تكتب اجابة واحدة لكن احنا نعرض الاجابات لتكون مطمئن لاجابتك it's three five يعني اذكر الساعة والدقائق بدون اي فاصل بينهم it's three five now number three Ali has got dash hair وعندك اختيارات brown beautiful beautiful brown curly طبعا وbeautiful curly brown the answer will be beautiful curly brown صفة الopinion صفة العامة ثم curly ثم brown اللي هي اللون والاسم منطقي يا عزيز الطالب في الإجابة في نهاية الجملة اللي هوها so you have to pay attention to the right arrangement عليك أن تنتبه إلى الترتيب الصحيح number four ما زن بزيز سيزانكو every weekend you have to change into negative يعني نفي بما أن الجملة تحتوي على S الشخص الثالث الفعل ينتهي ب S الشخص الثالث إذن عزيز الطالب عليك أن تنتبه أنه في حالة وجود S والمطلوب منك التحويل إلى negative إلى نفي نحذف S الشخص الثالث ونضيف الفعل المساعد does ونضيف لنط رح يكون doesn't right so you have to answer ما زن doesn't visit his uncle every weekend pay attention انتبه عزيز الطابق بما أنه عندنا doesn't إذن الفعل بعدها رح يكون مجرد من كل الإضافات فنحذف S الشخص الثالث five he enjoys playing tennis you have to change into negative أيضا نحول إلى نفي he doesn't أيضا لاحظ وجود S الشخص الثالث نحذف S ونضع بدلا منها نضع في الجملة الفعل المساعد اللي هو doesn't في حالة النفي إذن he doesn't enjoy playing tennis number six he is fat he is dash fat make the sentence more polite اجعل الجملة أكثر تأدبا أيضا هنا عزيز الطالب الجملة مثبتة فممكن إنه فقط تضع بيت قبل كلمة fat أو الحل الآخر إنه نضيف not حتى تتحول الجملة إلى نفي so you can say he is not very fat إذن الحل الأول إنه تبقى جملة مثبتة ونضيف كلمة a bit قبل الصفة فتصبح more polite أكثر تأدبا أو الحل الآخر إنه بعد is رح أضيف not وكلمة very وأيضا تبقى نفس الصفة المعطا لك so he is not very fat now another sample of the questions ونموذج آخر للأسئلة هو complete the sentences below with the suitable choices نكمل الجمل بالاختيارات المناسبة now look at number one some bacteria are useful to dash we have our ass hours pay attention that you have to use an object pronoun عليك انت استخدم ضمير المفؤول به لان عندك كل حروف الجار يأتي بعدها object ضمائر المفؤول به فضمير المفؤول به هنا هو us number two هنا bought two dash shirts last week so I have to use nice cotton French okay shirts number three the students dash English at this moment now pay attention we have at this moment في نهاية الجملة عندك الدليل اللي هو at this moment هذا الدليل يا أعزائي يستخدم إذا كان زمل الجملة مضارع مستمر شن يعني مضارع مستمر I'm is R زائدا فعل يحتوي على ing so you have to choose R reading the students جمع تاخذ الفعل المساعد اللي هو R والفعل يحتوي على ing so we have reading they often dash their grandfather at the weekends we have visit visits or will visit so they often what they often visit فعندي الفعل يكون visit اللي هو مجرد م كل الإضافات لأنه عندي الفعل ذي number five there are disc brakes in every car we have because so or to help you stop quickly لتساعدك أن تتوقف بسرعة so you have to choose what that's right you have to choose to to help you وانتبه انو كل two يجب at the base of the verb فعل مجرد من كل الإضافات six are there dash sweet shops near your house بما أنو الجملة هي استفهامية والاختيارات some a lot of any إذن علي أن استخدم بالإجابة what the word which is any now as you see here we have sample of the answers that are sent from a student his name is كرار حيدر طاها من الصف الثالث من بصرتنا الفيحة إجابة طالبنا صحيحة اللي هي أرسل طبعا أعزائي الطلبة عليكم أن ترسلون الاسم اسم الطالب الصورة الواضحة للطالب واسم مدرسته تمام ماما فطالبنا كرار من متوسطة المعقل للبنين أرسل إجاباته الإجابات صحيحة شكرا لتواصلك معنا now we have vocabulary and punctuation الفكابلري اللي هي المعاني والتنقيض فمن نماذج أسئلة المعاني هي choose words from the box below that suit and complete the following definitions تناسب وتكمل الفراغات والتعاريف اللي موجودة so the first one we have advertisements اللي هي إعلانات إنجن المحرك brush to كل هذه الكلمات هي موجودة بالوحدة الأولى we clean our teeth with this what with this brush اللي هي الفرشات three or more people waiting in a line نسميهم شنو نسميهم كيو اللي هو الطابر أو السرة there are disc brakes dash help you stop quickly to help you تساعدك أن تتوقف بسرعة words or pictures to help sell things تساعدك ب sell things بيع الأشياء advertisements اللي هي الإعلانات and you can write adverse إذا كان بدون الاختيارات اللي معطية لك people people who are not children هم الذين ليسوا أطفالا هما dolls اللي هما البالغين it makes cars boats and planes الطائرات move what is it it's engine اللي هي المحرق then another sample you have to match يعني الطابق the words in list a with suitable words from list b إذا شوف إنو عندك قائمتين للكلمات list a and list b so you have to answer in this way عليك أن تجيب بهذه الطريقة رح تكتب رقم السؤال الفرع اللي هو بي then you have to write the words so number one عدنا كلمة a اللي ناسبها من هنا من الليست الثانية اللي هي list b هي back so we have our bag number two we have video game number three we have sunroof four we have shop assistant إذن أخذنا كلمة shop ومن الليست الثانية the word which is assistant then we have another word which is insect proof يعني ضد الحشرات مانع للحشرات then number six we have لتابن اللي هي سلة المهملات إذن طابقنا list a مع list b قائمة a مع قائمة b then in c we have choose the correct answer عليك أن تختار الإجابة الصحيحة number one a dash is someone who takes care of sick animals يعطني بالsick animals اللي هي الحيوانات المريضة so we have policeman firefighter and vet هنا تعتمد عزيز الطالب على ما عرفتك لي المعاني معاني المفردات so we have a vet الفت اللي هو الطبيب البيطري number two farooq is studying law at the university يدرس القانون في الجامعة he wants to be a dash ادنى lawyer محامي doctor طبيب و mechanic so who is studying law at the university lawyer اللي هو المحامي number three selwa can't go now she is dash the dinner because her mother is old we have cooking painting helping انتبعتكم dinner فبما انو dinner اللي هو العشاء اذا نختار كلمة cooking four حازم dash goals in the final match yesterday في المباراة النهائية yesterday البارحة we have played scored and said we have the word goals اللي هي اهداف so you have to choose what you have to choose the word what scored five a bat is not a bird but it can dash like a bird so you can say fly like a bird يطير مثل الطيب cars have cd players so that the driver can sing a song listen to music or let light in what do we have we have to say listen to music نستمع لي الموسيقى exercise or the other sample of the questions rewrite the following sentence with capital letters and punctuation marks capital letters يعني الكلمات الحروف اللي هي تكون كبيرة و punctuation marks اللي هي علامات التنقيم فانتبه عزيز الطالب انه بداية كل جملة لازمش تكون capital الاسماء دائما اول حرف يكون capital نهاية الجملة المعطات لك اما تكون سؤال فبالنهاية علامة استفهام او تكون جملة عادية فبالنهاية نضع full stop so you have to write the sentence in this way عليك ان تكتب الجملة بهذه الطريقة اولا الاي تكون capital so are there many shops in بما انه هنا عندي المنصور مول هو اسم اذا الحروف الاولى تكتب بcapital لتا so we have l we have a capital منصور we have m capital مول and then in باكداد كل اسماء المدن والدول تكتب اول حرف بcapital بما انه الجملة هي المعطات لك هي سؤال اذا نضع علامة استفهام في نهاية الجملة وكل هذه تحسب لك درجات عليها عزيز الطالب the other sample is spelling اللي هو التهجي والاملاء هنا تحاسب عزيز الطالب على الحرف اذا كان صحيح كانت الكلمة صحيحة تعطى الدرجة كاملة اما زيادة او نقصان باي حرف تنقص الدرجة منك so we have I it will be my what about he he it will be what it will be his اللي هو ضمير للتملك possessive adjective اللي هو صفة التملك then we have اراك اراكي حوونا الاسم الى adjective of nationality then we have Italy it will be what it will be Italian boy it will be boys هنا حوونا من مفرد الى جمع طيب ديش بما انو الكلمة تنتهي بالش then you have to add E S so it will be what it will be dishes good the opposite is bad now what's the opposite of ugly the opposite is beautiful do the past is dead what's the opposite of sorry what's the past of a study so we have to change the letter Y into I then we add ED so it will be studied play playing how can you add ING to save you have you have to omit so it will be saving then we have another sample which is about story time and the spelling story time we have do as required what what was kareem's dream kareem's dream was to be a famous poet himself one day kareem's and found them very boring is it true or false so the answer will be false because he found them very interesting number three what was there for customer number 50 you have to answer the question so the answer will be there was a big prize for customer number 50 four kareem had read and at least once or twice you have to choose so the right choice here is what is twice kareem kareem was a lucky customer who won the big prize is it true yes it's true what was kareem's big prize you have to answer this question so the big prize it was to meet his favorite poet شاعره المفضل اللي هو مظفر النواب ما تكتب الاسم كامل أو تكتب النواب فقط all of them are true وهنا عزيز الطالب أدنا إجابات وصلتنا من طالبتنا في أيضا البصرة الفيحة من ثانوية أو مدرسة ثمرة النبوة الطالبة هي صفا علي عبد الرزاق طالبتنا صفا أرسلت الإجابات so you have to know that whenever you write the answers متى ما تكتب الإجابات عليك أن ترسل لنا صورة الطالب يرسل لنا صورة اسم مدرست واسم الكامل هذا الشيء الشيء الكتابة بخط واضح حتى من نعرضها تكون الإجابات صحيحة تعرض بشكل صحيح ماشي ماما فهذه إجابات طالبتنا شكرا لإرسالك الإجابات عليك أن تعرفين هنا هي تتحول إلى his أوكي Italy Italian أوكي dishes أوكي beautiful which is the opposite of ugly study you have to write it study أوكي S-T-U-D-I-E D saving is okay وهاكذا إجابات الصحيحة عليك أن يتركزين على الإملاء تمام ماما so these are the answers of the answers of what of our student which is from al-basra she is from al-basra and here another sample of a question which is the last sample of a question write an email describing a friend to your brother with sam هنا عزيز الطالب عليك أن تنتبه إلى أنه المطلوب من عندك كتابة email تمام وهذا موجود عندك بال student book كامل لكن أرضنا نموذج لإجابة الطالب اللي هو كرار حيدر من متوسطة المعقل من البصرة أولا كتب العنوان اللي هو my best friend تمام صحيح جدا from من أحمد to brother with sam or to my brother with sam or to brother with sam اثنينات هذه الإجابات صحيحة أيضا عندك تبدي ب dear brother هذه التحية ثم how are you وكل ما مطلوب من عندك بالإجابات ثم عليك أن تنطي صفات الكاركتر الشخصية والصفات العامة ونهاية الإيميل مالتك نهاية رح تكون بالعبارة التالية إيميل ميسون واسمك بالنهاية أحمد نتمنى أن نكون وفقنا أعزائي الطلبة بتقديم الحلول للأسئلة للأسبوع الثالث لهذا اليوم وعرضنا نماذج من حلول الأسئلة اللي وصلتنا من بصرتنا الفيحاء نتمنى أن يصعفنا الوقت بالمحاضرات أو الدروس القادمة بعرض نماذج أخرى من الإجابات ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة